أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على أفضل السفراء وسيد الأصفياء وتاج المرسلين حضرة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعثرته المنتجبين السلام على إمام الأولياء وسيد الشهداء مولانا أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على مولانا إمام الراية وحامل اللواء أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته أصحاب السماحة والفضيلة سادة الأكارم أساتذة الفضلاء أخوة الأحبة أخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من مأثور ما ورد عن مولانا أبي عبد الله الحسين عليه صلوات الله وسلامه أنه قال إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقام إليه رجل وقال يا ابن رسول الله وما معرفة الله فقال عليه السلام معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته دلت الإشارات القرآنية الدقيقة وفي موارد متعددة على طبيعة السنن الإلهية في المسيرة التتابعية التكاملية لأنبياء الله ورسله والإعداد المسبق لهذه المسيرة ومعالم حركة التاريخ المرتبطة بها لإقامة حاكمية العدل الإلهي في هذه الأرض وتعددت معها المهمات الخاصة التي من أجلها استفى الله سبحانه وتعالى الأنبياء والأولياء من الشهادة والهداية والبلاغ والإنذار والتسكية والتعليم وغيرها وبينت أن الرسالات الإلهية المتعاقبة قد اعتمدت على نخبة مصطفى من الأولياء والنبيين لإدامة هذه الرسالات وتطبيقها وتفسيرها ودرء الشبهات ودحض دعاوى المبطلين تمهيداً لختام الرسالات لتكون الهادية للناس إلى آخر عمر البشرية فلا نبي يأتي بعدها ولا رسول ولأن الظواهر الإلهية والإسلامية ليست عشوائية أو تعبدية وحسب وإنما هي ظواهر تقف من ورائها مصالح وحكمة تفسر وجودها وهنا برزت ضرورة وجود الإمامة في حركة الرسالة الخاتمة نظريةً وتطبيقاً فكراً وسلوكاً قولاً وعملاً وظهرت معها محورية أهل البيت عليهم السلام لسد الفراغ الرسالي لما اجتملت عليه سيرتهم من مناقب عظمى ومؤهلات كبرى اتفق عليها سائر المسلمين وثبت لهم بالعقل والنقل ونظراً لما مر ذكره ووعياً لأصالته في عقيدة المسلمين وتعميقاً للبحث في رحابه الفسيحة وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة أسبوع الإمامة الدولية الأول وبعنوان الإمامة نظام الأمة على بركة الله تعالى يكون الشروع دائماً بآي من الذكر الحكيم يتشرف بتلاوتها قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية السيد حيدر جلوخان فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد حسين وجوه بالصلاة على محمد فحيوه بالصلاة على محمد واجب تشرف بصلاة على محمد يعمل أيها الحضور على كارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم مع Salah Al-Fatihah أحيان 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 بسم الله الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات اشتركوا في القناة قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حفنة إن الله غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وإلى شهدائي مسيرة التضحيات في عراقنا العزيز لشهدائي فتوى الدفاع الكفائي والقوات الأمنية الغيورة للشهداء العراقي كل العراق نقف لنقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر هنا في قلبك الملاء العتبة العباسية المقدسة يجتمع أهل العلم وثقافة لتسليط الطوء على الأمر الإلهي في الكتاب المنزل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وبتوجيه من سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام عزو عقدت جلسات مكثفة على مدار عام كامل وبتخطيط متقن ورؤى علمية رصينة تهدف إلى تكريس علوم أهل البيت عليهم السلام وحل الشبهات الفكرية والتصدي للأفكار المنحرفة فكان شعارها النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان وخطت عنوانها الإمامة نظام الأمة لتعلن عن انطلاق فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الأول لسنة 1444 هجرية الموافقة لعام 2023 للميلاد أهلا وسهلا بكم في العتبة العباسية المقدسة وبدء فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الأول من لم يكن عالويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كل ما ذكروا عياكم الله أيها الأحبة أيها السادة الكرام في رحاب الغدير وفي رحاب سادة كربلاء صلوات الله عليهم أجمعين والآن مع كلمة العتبة العباسية المقدسة لمتوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السادة العلماء الفضلاء إلى جلاء الحضور الكريم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بدأ نبارك لكم وللأمة جمعاء عيد الأضحى المنصر وفي هذه الليلة نبارك لكم وللأمة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر وهو العيد الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وآله بعد أن نزلت الآية الشريفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال صلى الله عليه وآله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبولايتي علي من بعده واقعا نتجدد أو نجدد العهد معكم ولعل أغلب المؤمنين يحتفلون في هذه الليلة وفي يوم غد بالحدث الأهم في أواخر حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو حديث الغدير أو واقعة الغدير وقد درج المؤمنون كثيرا في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام تجديدا للعهد وأيضا ثباتا على محبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإدخالا لذلك السرور الذي يدخل عليه صلى الله عليه وآله بعد أن كان هو المسرور الأول في هذه الواقعة ومن خلال ما تقدم من حمده لله سبحانه وتعالى على ما أتم من النعمة وإكمال الدين وحقيقة أنا في خدمتكم لا أريد أن أدخل في تفاصيل واقعة الغدير وإنما كفانا مؤونة ذلك كثير من العلماء الأجلاء الذين أفرغوا من أوقاتهم أثمينة وأثمن شيء الإنسان عندما يلج في هذه المطالب نصرة للنبي صلى الله عليه وآله ولعل غدير الأميني رضوان الله تعالى عليه فيه الغنى والكفاية وأيضا ما صدر من سيدنا السيد محمد باقر السستاني دامت بركاته في هذه الأيام من كتابه في واقعة الغدير في جزئيه الأول الذي كان في ثبوتها ودلالتها أي واقعة الغدير في خمسمائة وأربعة وثلاثين صفحة والجزء الثاني كان في سياقها وملابساتها أيضا في خمسمائة وعشرين صفحة ولكن كترحيب بالحضور الكريم واستهلالا لهذه المناسبة العظيمة المهمة أود أن أعرض بخدمتكم شيئا مختصرا لا شك أن اختيار أسبوع الإمامة جاء بعد تفكير طويل في أن واقعة الغدير كان مركزها ورأسها أمير المؤمنين عليه السلام ونتكلم بوفق معتقد مدرسة أهل البيت المؤتمر أصلا معقود لتجديد الذكرى ولي إثراء المكتب الإسلامي ببحوث السادة الفضلاء الأجلاء وفق هذا المعيار فإذا كان هناك بحث يتناول المسألة الخلافية فهو من باب لعله جر الكلام وإلا بمعتقدنا الأمر مفروغ منه وبنيت على هذه الواقعة أصل كبير من أصولنا يعني أصول الإمامية سواء كان حديث الغدير جاء مؤسسا أو كان أو جاء مؤكدا باعتبار الباحث سيظفر بكثير من الروايات الشريفة التي جاد بها فم النبي المقدس صلى الله عليه وآله بحق أمير المؤمنين أو بحق عترته لكن واقعة الغدير واقعا أخذت خصوصية كثيرة وكبيرة في حياة عموب المسلمين بطريقة إبرازها يعني الظرف الذي أنشأت به هذه الخطبة وبين النبي صلى الله عليه وآله ما يتعلق بمستقبله مستقبل الإسلام كان ظرفا خاصا ولذلك حريئا يقرأ باعتبار سيرة النبي صلى الله عليه وآله عندما نبحث هذه السيرة المباركة وقد كان لنا وقفة مع بعض الأجلاء أيضا في هذا المكان وعلى ضوئه تأسس مركز في العتبة وهو مركز الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وكان الهدف منه هو أن يقرأ النبي صلى الله عليه وآله من خلال القرآن أعز شيء عند المسلمين اليوم القرآن الكريم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وما يتفرع لا شك أن القرآن تعرض لشخصية النبي وأبرز هذه الشخصية بما يجعله يجعله أو يجعلنا في مأمن عندنا نتبع هذه الشخصية فالنبي قرآنيا نحتاج أن نبرزه ثم نحاكم كل السيرة وما كتب وفق هذا المعيار وأعتقد أننا سنحذف كثير مما ألصق بهذه الشخصية العظيمة من خلال الحصانة التي حصنها القرآن الكريم للنبي ومن جملة ما نبحث هي هذه الواقعة هذه واقعة في حياة النبي وفي أخريات حياته النبي بعد واقعة الغدير في ثمانية وعشرين صفر يعني شهران ولعله عشرة أيام فارق الدنيا وكانت هذه الواقعة لمن يقرأها بوضوح تعطيه مأمن مدرسة أهل البيت الشيعة الإمامية تعاملوا مع هذا النص مع نصص أخرى وتأسس الشيعة عندنا أصيل من فم النبي صلى الله عليه وآله وهو الإمامة ولا شك الإمامة عندما نريد أن نطل عليها لا بد أن نفهم النبوة أيضا باعتبار النبوة ليس باختيار الناس وإنما النبوة هي عبارة عن وهي عبارة عن سفارة إلهية عبارة عن رابط ما بين السماء والأرض الإمامة لابد أن تكون أيضا وفق هذا المعيار ولذلك عرفها غير واحد بأنها رئاسة في الدين والدنيا هكذا كان تعبيرهم ثم قال نيابة أو خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وطبعا لا يخفى دقة مفهوم خلافة عن النبي الخلافة عن النبي تحتاج إلى إذن من المستخلف عنه حتى لا تكثر هذه الدعاوة بلا أن يكون صاحب الشأن وهو النبي صلى الله عليه وآله له يدفي ذلك ولعل أو تكلم من باب حسن الظن ولعل الخلافات الفكرية التي نشبت راجع إلى هذه النكتة نكتة كيف نتعامل مع النبي أولا وما تركه النبي صلى الله عليه وآله وكيف نقرأ ما أتاكم النبي فخذوه وما نهاكم عنه فانته نرجع إلى الشخصية النبي قرآنيا مدرسة أهل البيت عليهم السلام عندهم الخط الأول في القداسة القرآن والنبي هذا هو الأساس فالنبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يتبع فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بشيء لا بد أن نتبع والتأريخ في هذا الجانب غير بخيل في أن النبي اهتم بأمير المؤمنين عليه السلام اهتماما خاصا بل أمير المؤمنين وهو الصادق المصدق كان هو يبين ذلك وقرب من النبي صلى الله عليه وآله فجاءت هذه الواقعة وفق هذا المبتنى فنحن عندما نتعامل مع واقعة الغذير نتعامل وفق هذه المبتنيات نعم الجهة جهة الدرسية مفتوحة نص والنص من شاء أن يفهمه بهذه الطريقة ومن شاء أن يفهمه بهذه الطريقة من باب حسن الظن أتكلم في فهم الظهورات لا أتكلم في خلفية مسبقة نحمل النص على أكثر ما يستحق والكلام فعلا هو ليس هنا وإنما فقط هذه الإشارة على أننا هنا يعني كلمتي عفوا لست في مقام الردود الأخذ والرد وإنما بيان أن هذا المفهوم مفهوم الإمامة بعقيدتنا ومدرسة أهل البيت هذا ليس بانتخاب الناس وليس بتابع لرضى الناس وإنما ما نتعامل مع النبوة نتعامل مع الإمامة نعم هناك فوارق لكن هذه الفوارق لا تتأثر بأصل المبدأ فوارق الوحي فوارق زوجات النبي كذا لا تؤثر بأصل المبدأ ولذلك اخترنا أنه هذا اليوم يوم الغدير وهو إبراز الإمامة بشخصها الأول ومركزها الأول والحجر الذهبي الذي تأسس عليه هذا المفهوم بشكل واسع وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم هذا الأساس كما سمع النبي في أمير المؤمنين يسمع أمير المؤمنين في بقية الأمام وهذا منهج يعني عندما يختلف الآخرون فيما بينهم لا بد أن نرجع إلى أصل المنهج لا بد أن نتفق في المنهج واعتقد اتفاقنا في المنهج قد يوصلنا إلى نتائج متقاربة فالمنهج الذي نسير إليه أو عليه هو أننا مع النبوة وهي المقدس الأول وهذه النبوة أشارت إلى مقدس آخر وهو الإمامة ومركز الإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ثم بعد ذلك تعددت الشخص بمقدار المصاديق يعني هذا عندما نعبر عن مفهوم الإمامة ما هو مفهوم الإمامة الإمامة بعقيدتنا ليس إنسانا مشتهدا يقبل الاستنباط والخطأ والصح وإنما الإمامة صنو النبوة كما أن النبوة فيها موازين والله تبارك وتعالى جعلها حماية لدينه الإمامة أيضا نعتقد أنها فيها موازين الله تعالى جعلها حماية لدينه إذا هذا المفهوم توضح كما هو باضح عندما نأتي لبقية الإمامة عليه السلام بعد ذلك لا نهتم برئاسة الدنيا هذا التعريف عندما نقول رئاسة الدنيا سواء حصلت رئاسة الدنيا أم لم تحصل رئاسة الدنيا ليس هو ملاك الإمامة ذلك وإنما الملاك هو هذا الارتباط بالله تبارك وتعالى ولذلك الإمام السجاد عليه السلام بعد واقعة الطف في الوقت اللي تعرفون واقعة الطف كانت كان يوم أذل عزيزنا كما يقول إمام رضا عليه السلام لكن الإمام السجاد عندما بدأ يتكلم بكلام يرتبط بالله تعالى في خطبته لم يتجرأ أحد أن يتهمه بالكذب والزور لم يتجرأ أحد عندما يعرف نفسه ويعرف هو ابن من وبيدهم ما بيدهم لم يتجرأ مع منعة القوم في تلك اللحظات وبيدهم كثير من مقدرات الأمور لكن لم يتجرأ أحد أن يتهمه بالكذب نعم حالات انفعال خرج عن الدين مثلا وخرج عن طاعة الأمير لكن أن يتهم مع أنه يتحدث عن السماء بعض من أهل الرأي كانوا يقول عندما توفي الإمام الباقر عليه السلام ذهبت إلى الإمام الصادق لأعزه وبينت قلت له فقدنا رجلا كان يقول حدثني رسول الله ولم يطالب بالأسناد إمام الباقر لم يدرك النبي صلوات الله عليه وآله لكن الإمام الباقر عندما يقول حدثني رسول الله وقال رسول الله الآخرين يقبلون منه فقال هذا للإمام الصادق لإمام الصادق أطرق ثم قال قال الله تعالى وذكر حديث خرج هذا متحيرا قال لا نعترض على الإمام الباقر بنسبته إلى النبي الإمام الصادق قال الله تعالى لم يتجرى أحد أن يكذب هذه النسبة فإذن عندما نقول هذا الإمام بحدها وتعريفها نشخص مصاديقها أيضا ولذلك الإمام بهذا المعنى فيها شيء وأعتقد الأخوة الحاضرين يشاركوني فيه من خلال إحياء مناسبات الأمة عليهم السلام كأننا بين أظهرهم يعني في كل سنة لنا كذا مناسبة تتجدد مع الأمة عليهم السلام وكأن الإمام حاضر بالعكس قد المسألة تزداد وتزداد عمقا وتزداد سعة لأن المصاديق قد شخصناها بوضوح فنحن عندنا مفهوم الإمامة وعندنا مصاديق من تنطبق عليه الإمامة بدءا من أمير المؤمنين سلام الله عليه وانتهاءا بالحاضر الغائب الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي لذلك ارتأت العتبة العباسية أن تكون في خدمة الباحثين والعلماء والمفكرين أن نفسح المجال خلال هذا الأسبوع لكل ما يتعلق بالإمامة سواء كان في مفاهيم الإمامة وإثراءنا بالبحوث المتعلقة فيها في التعريف أو المفهوم أو الدفاع عن إشكال معين وفي أين الوقت دراسة الأئمة عليهم السلام بما هو إمام فلا يوجد عندنا حلقة زائدة نعتقد أن الأثنى عشر هم هؤلاء لا يمكن أن يصيروا الثلاثة عشر ولا يمكن أن يقلوا عن أثنى عشر وذلك ننعت بالأئمة الأثنى عشرية نعم وهذه هويتنا الإمام هويته هوية أنه أنا إمامي يعني أنا أثنى عشر لعل سائل في أثناء الكلام يقول أين الزهراء عليه السلام من حصة أسبوع الإمامة وبقطع هذا سؤال مشروع نحن واقعا للمرة الخامسة وإن شاء الله تعالى في ولادتها إن أبقى الله تعالى يكون المرة السادسة عندنا مؤتمر خاص باسم روح النبوة متمحض للزهراء عليه السلام وجعلنا هذا المؤتمر هو للأخوات الباحثات والنساء وأيضا في عين الوقت أيضا في مركز تراث الحلة أيضا للزهراء عليه السلام هذا يكون إلى الرجال فالزهراء عليه السلام هي واسطة العقد أفردناها في مؤتمر خاص لخصوصية الزهراء وأهمية الزهراء هذا الأسبوع أسبوع للإمامة ونحن نؤمن بأننا أتعبنا الأخوة العزاء خصوصا الذين قدموا من خارج العراق لكن أعتقد أن المناسبة هي مناسبة تستحق ونريد أن نستفيد كثيرا من بحوثهم وإن شاء الله تعالى نسمع ما يسرهم ويسرنا وأنا قد أعتذر سلفا قد يبدو هناك تقصير في بعض الأمور متعلقة مثلا بالمكان والضيافة وشأن الإنسان دائما يقصر فأرجو الاعتذار سلفا بالنسبة إلى الحمد لله مع أنها المؤتمر الأول حقيقة البحوث التي وصلت إلينا كانت تقريبا 241 بحثا وأعتقد هذا الرقم كان جيدا لكن نحن لا نقبل أي بحث وإنما هناك من يحاول أن يعرض هذه البحوث إلى النقد قد نراها لا تتوافق مع المنهج العلمي لذلك يبينون بعض الملاحظات ويعني يرد البحث بكل احترام إلى الباحث فمن 240 قبل 151 بحثا وأيضا هذا من الأعداد الجيدة وعدد الدول المشاركة كانت 17 دولة وأعتقد أن هذه المشاركات إن شاء الله ستزيد وأحاول أن ننوع مكان البحوث لا نبقى في مكان واحد وبدأنا في الخميس وإن شاء الله تعالى ننتهي في الخميس اليوم الذي يعد فيه صاحب العصر والزمان سلام الله عليه أنا أشكر الأخوة العزاء جميعا وأيضا أنوه بالجهد الكبير الذي بذله الأخوة في العتبة لتهيئة هذا المؤتمر بالشكل الموجود وإن شاء الله تعالى نسمع ونستفيد كثيرا من البحوث القيمة التي سيلقيها الباحثون خصوصا وقد حضر هذه الجلسات بعض الأجلاء المعروفين في الوسط العلمي باختصاصهم بهذه البحوث نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتزديد لهم جميعا وأعتدر ثانية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الضاهرين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين ولغة الإبداع عند صاحب الغدير تقف واجمة حيرة ضمئ الشعر أم جفاك الشعور كيف يضمى من فيه يجري الغدير كيف تعنوا للجذب أغراس فكر لعلي بها تمت الجذور وسقاها نبع النبي وهل بعد نمير القرآن يحلو نمير شربت حبه قلوب القوافي فانتشت أحرف وجنت شطور ضامئ الشعر هاهنا يولد الشعر وتنمو نسوره وتطير هاهنا تنشر البلاغة فرعيها فتستاف من شذاها الدهور فقلوب على هواك تغني وأكف إلى علاك تشير هدرت حوله بكوفان يوما ثم قرت وما يزال الهدير أيها الصاعد المغذ مع النجم هنيئا لك الجناح الخبير قد بهرت النجوم مجدا وإشعاعا وإن ظن أنك المبهور وملأت الدنيا دويا فلا يسمع إلا هتافها المخمور وسيبقى لك الخلود ولدنيا الغافين في ناعم وسيبقى لك الخلود وللغافين في ناعم الحرير الغمور وستبنى لك الضمائر عشا ولدنيا سواك تبنى القصور وستبقى إمام كل شريد لزه الظلم واجتواه الغرور وسيجري بمرجع ذراء من حجرك نحر تقفو سناه النحور أحسن الله إليكم بالخيرات أحسن الله إليكم حتى نليج إلى ساحة الشعر والأدب مع قصيدة من الشعر العمودي في رحاب الغدير ومع جناب الشيخ علي المظفر فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم أيها الحفل الكريم رحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم بعيد الغدير الأغار جعلنا الله وإياكم من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم عذراً أبا حسن قدر الشعوب قدر الشعوب ومحنة الأديان قدر الشعوب ومحنة الأديان أن يبتل الإنسان بالإنسان أن يصنع التاريخ عبد صالح ويزور التاريخ قن جان جاني أن يصرع الشيطان عقل راجح فيرى القلوب تدوب في الشيطان من يوم آدم والصراع مع الهوى والناس بين تخاذل وتفاني في كل شبر حادث ومحدث يتلو عليك نوائب الحدثان وبكل آن للثواك لأنة الروح تنزعها من الأبداني والبؤس يعصف والغياهب ألبست ليل الأسى ثوباً من الأحزاني حتى إذا ما أشرقت شمس الهدى فردجا منها فرار جباني قربان مشرقها دماء حرة وهبت لها نوراً من القربان فلها بأفلاك النبوة مطلع ولها بآفاق الإمامة ثاني عذراً أبا حسن عذراً أبا حسن إذا ما جث من قلم المداد وشل فيك بناني فالعين نور الشمس يورثها العمى وبيان وجهك معجز لبياني لو قلت فيك مقالتي لرأيتها أجلي وبعض الحتف حرف لساني أقول فيك الله جل الله جل الله ليس كمثله شيء وأنت الفاني لكنك الأسماء لكنك الأسماء مظهرها الذي هو للعوالم ساطع البرهان أنت التجلي للصفات أنت التجلي للصفات وآية الباري وحجته على الأكوان أنت الصراط المستقيم ومعدن التنزيل والهادي إلى الرحمن يا قل تعالوا ندعو يا قل تعالوا ندعو يا أذن وعت يا هل أتاحين على الإنسان يا آية التطهير يا آية التطهير والنبأ العظيم وإنما والعدل للقرآن يا ذا الفقار ومن له بدر وما فيها من الآيات والفرقان يا من بأحد ما سواه يذود عن طاهى عن الأيسار والأيمان يا هازم الأحزاب والأبصار زاغت منهم حين التقل جمعاني يا من هو الإيمان يصرع كفرهم عمرا بسيف مجدل شجعاني بخ بن ود في الجموع فلم يجد بخ بن ود في الجموع فلم يجد إلا عليا قاتل الأقراني يا قالع الباب المجدل مرحبا ومبير أهل الفسق والعصياني تهوي هوي البرق تخطف منهم أرواحهم في ومضة وثواني يا آية الله يا آية الله التي آياتها في منتهى الإحكام والإتقان يا عينه يده التي بوجوبها تهب الوجود لعالم الإمكان تقف الملائك خشعا في بابه لعظيم شأن من عظيم الشاني هو من محمد نفسه وكفى بها في الفخر فهو وأحمد سياني ومشت مسيرة منذر ومبشر ومشت مسيرة منذر ومبشر تبني النفوس بأحكم البنيان فتحت بفاتحة الكتاب قلوبهم فتطهروا خمسا بسبع مثاني حتى استقرت في الغدير فعامهم من كل فج واسع ومكاني ناداهم أولست أولى منكم بنفوسكم بالنص والتبياني قالوا بلى واشهد فأنت ولينا من دون شك فيك أو نكراني قال اشهدوا قم يا علي فإنني بك قد رضيت خليفة دياني من كنت مولاه فأنت وليه ورضوا بذاك وبخبخ الشيخان ولونهم ولونهم سمعوا مقالة أحمد ومضوا على التسليم والإذ عاني لجنوا ثمار ولائهم ولأينعت أشجارها بالعلم والإيمان لكنها الدنيا وحكمة قادر أن يبتل الإنسان بالإنسان عذرا أبا حسن عذرا أبا حسن يراعي قاصر عذرا أبا حسن يراعي قاصر فارأف بقلب العاشق والهاني قلمي عصارة محلة وملاحم ميدانها الثقلان والثقلان حملتها وأنا الظنين بسرها وطويل ليل عنينها أظناني شفعت فاطمة لقلبك أن ترى فجرا له وشفيعي الحسنان وإلى غديرك وإلى غديرك قد قصدتك فاسقني من لحن حبك أعذبا ألحاني قلبي أطهره قلبي أطهره بحبك مؤمنا ألست والأرجاس تجتمعان فاقبل صلاة متيم لجديبه يستمطر الإحسان بالإحسان شكرا لإصداقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم ورحمة الله وبركاته خياكم الله سادتي على كارم والآن إن شاء الله نشرع ببحث الافتتاح لهذا الأسبوع المبارك والبحث وحول الإمام يتفضل بإلقائه سماحة آية الله السيد علي الميلان دامت بركاته فحي خطاه بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر 満足 ادعه لوحك اشتركوا في القناة واشرف بريته محمد وآله الطاهرين نهنئ ونبارك الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف والمرجعية العليا والمراجع العظام وسائر المؤمنين بعيد الله الأكبر الغدير الأغار السلام على الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم وبعد فإنه لما تفضل سماحة السيد الصافي وشرفني في النجف الأشرف بزيارته ودعاني إلى إلقاء هذه الكلمة في هذا المؤتمر العظيم وسألت عن عنوان المؤتمر وأخبرني بالعنوان ووجدته عنوانا دقيقا علميا يحتوي على حقيقة عظيمة مهمة لابد من بيانها فجعلت كلمتي شرحا لعنوان المؤتمر وما أدري أن الذين اختاروا هذا العنوان ملتفتون إلى ما ينطوي عليه هذا العنوان من المعاني التي سأذكرها أو أنهم غير ملتفتين إلى تلك المعاني قبل البحث أقول بأن مذهبنا مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وهو الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله مستند في أصوله وفروعه إلى الكتاب والسنة اللهم إلا لزم الدور في بحث واللهم إلا في كبرى قضية الأفضلية حيث نستدل هناك بالعقل فقط إن استناد مذهبنا إلى الكتاب والسنة في جميع مسائله من خصائص هذا المذهب فلا قياس ولا استحسان ولا مصالح مرسلة ولا قول بالرأي ولا اتباع للهوى نحن نتبع الكتاب والسنة فلنشرح عنوان المؤتمر على ضوء الكتاب والسنة وأنه كيف يكون النبوة والإمامة صنوين ومعنى الصن في اللغات العربية معلوم عند أهل اللسان الصن هو المثيل هو البديل هو النظير ولذا يقال العم صنو الأب فلو فقد الأب أكرم العم كما يكرم الأب ويقوم العم بوظائف الأب في كثير من الأمور فما معنى النبوة والإمامة الصنوان لا يفترقان متى كان صنوين وإلى متى يكونا صنوين وما الدليل على ذلك أما النبوة فمعناها معلوم الكل يعلمون وكل مسلم يعتقد ويعترف ويقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ولكن ولكن ما المراد من الإمامة وما الدليل على كونها صنوا أي بديلا نظيرا عن النبوة أما بحسب رواياتنا فقد سئل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عن معنى حديث الغدير وقول النبي من كنت مولاه فهذا علي المولاه ولا بد من التذكير بأن كلمة من كنت مولاه وعلي فعلي المولاه هذه الكلمة غير مختصة بيوم الغدير إنما قالها رسول الله قبل الغدير بالسنين وهذا قد لا يعلمه كثير من الناس سئل الإمام عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الكلمة الراوي أباني بن تغلب أباني بن تغلب هو عالم من علماء اللغة أباني بن تغلب فقيه محدث مفسر لغوي معروف حتى عند أبناء العامة معروف يسأل الإمام عن معنى هذه الكلمة فقال الإمام يا أبا سعيد تسأل عن مثل هذا أنت تسأل أعلمهم النبي أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامه أعلمهم أنه أي علي يقوم مقامه أي مقام النبي فيهم يقوم مقامه فيه هذا هو الصين هذا بحسب أحاديثنا ولكني أريد أن أذكر المزيد من الشرح والتوضيح من كتب غيرنا وفي ذلك ما تقر به الأعيون وتطمئن به القلوب فما مبدأ هذه الصنوية من أين بدأت وإلى أين تنتهي هناك قبل هذا العالم عوالم يدل على ذلك الكتاب يدل على ذلك السنة قبل هذا العالم عوالم يقول نبينا صلى الله عليه وآله بأنني بأنني خلقته وخلق معي معي علي من نور واحد من قبل أن يخلق آدم بآلاف السنين فكان علي صنو رسول الله في تلك العوالم خلق من نور واحد ومن حين أن خلق رسول الله خلق علي فهما مخلقان من نور واحد في وقت واحد وشاء الله تعالى أن يكون محمد نبيا وأن يكون علي إماما لذا يقول رسول الله فجعلني نبيا وجعل عليا وصيا هذا الحديث وين لا بد تسألون أهل الفاضل يسألون هذا الحديث وين هذا الحديث من رواتي أحمد بن حنبل من رواتي أبو حاتم الرازي من رواتي أبو نعيم الإصفهاني من رواتي أبو بكر ابن مردوي من رواتي الخطيب البغدادي من رواتي ابن حجر العسقلاني من رواتي ابن عبدالبر القرطبي أذكر العلماء الرغاة من بلاد مختلفة من قرطبة من عسقلان من إيران ومن سائر البلدان ليعلم السامع أن الحديث الواحد اتفق عليه العلماء من مختلف البلدان وهم حفاظ كبار كل في زمانه إمام في الحديث يرجع إليه وفي بغداد من رواته الخطيب البغداد وقد بيّنت هذا الحديث بأسانيده ودلالاته ودرسته بجميع جهاته في موسوعة نفحات الأزهار في إمامة الأئمة الأطهار في الجزء الخامس إذن بدأت الصنوية بتعبيري من عالم النور قبل أن يخلق آدم عليه السلام ثم إن الله عز وجل قد أبلغ هذه الحقيقة هذه الحقيقة بتعبيرنا الآن هذه الصنوية أبلغ هذه الحقيقة إلى الأنبياء واحداً واحداً وأمرهم بأن يبلغوا هذه الحقيقة العظيمة إلى أممهم وهذا أيضاً من الأحاديث الثابتة عند الفريقين وَذَلِكَ أَنَّهُ وَالَمَا بُعِثُوا إِقْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ بِلَاايَةِ وهذه هي الصنوية ترونها مستمرة من عالم النور إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا الحديث الثاني أين مصدره تجدونه بأسانيده المعتبر في كتاب تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات ذكرته هناك بالتفصيل أنا لما سيد دعاني إلى هذه الكلمة ما عندي مصادر إلا أني رأيت أن هذا العنوان يحتاج إلى الشرح ولأذكر بشرح هذا العنوان ما كتبته سابقاً في كتبي وإلا ما كان عندي مصادر وأنا في فندق أو في مجتمع على كل حال أما في هذا العالم لما بعث النبي صلى الله عليه وآله أقبل إليه جماعة من رؤساء القبائل وهو في ضيق وشدة شديدة من قريش وسائر المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله أقبلوا إليه وقالوا له نحن مستعدون لأن نحامي عنك ونقف دونك بشرط أن يكون الأمر من بعدك لنا قال رسول الله الأمر بيد الله يضعه حيث يشاء ليس الأمر بيده الأمر بيد الله هذا النبي الذي يقول لرؤساء القبائل الأمر بيد الله وليس بيدي لما أمر بإنذار عشيرته ونزلت الآية المباركة وأنذر عشيرتك الأقربين ودعاهم وفي القوم سيدنا أبو طالب سلام الله عليه وعرض عليهم الإسلام ونبوته في هذا المجلس انتهى الأمر إلى الإقرار بالله أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم يقر إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه وأما أبو طالب فكان في تقية وهو مؤمن قطعا لا شك ولا ريب أما المجلس انتهى بالإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى ونبوة نبينا وولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأقبل الحاضرون إلى سيدنا أبي طالب وقالوا له أمرك أن تطيع لبنك أمرك أن تطيع لبنك أن تسبع لبنك وتطيعه وهم يتضاحكون وأمير المؤمنين في سن الشباب فكان علي أول من آمن أي أعلن إيمانه ووقف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زال النبي صلى الله عليه وآله يطرح هذه الحقيقة على الأمة أي الصنوية يعلنها في كل مناسبة فمرة يعرفه بأنه أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله يعرف علي مرة يختاره أخا له بعد أن آخى بين المهاجرين والمهاجرين ومرة أخرى بين المهاجرين والأنصار المؤاخات مرتان وليست مرة واحدة ابن تيمية ينكر هذا ابن تيمية ينكر فضاء الأمير المؤمنين ابن تيمية كذاب ابن تيمية متعصب ابن تيمية على كل حق فأمير المؤمنين كان أخا لرسول الله في المرتين ومرة زوجه ابنته الوحيدة وهي برعته متى زوجه بها أو زوجها به متى بعد أن رد غيره بعد أن رد غير علي زوجه ابنته فاطلة ومرة فتح بابه إلى المسجد وسد أبواب الآخرين ومرة جعله بمنزلة هارون من موسى ومرة فسر به قوله تعالى وأنفسنا ومرة 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 وهكذا إلى أن جاء يوم الغدير وكان اللهم صلى على محمد الله محمد وكان يوم الغدير هو يوم الإبلاغ العام لإمامة الأمير بعد أن أمره الله بذلك قائلا يا أيها الرسول بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وخطب في هذا اليوم خطبة لاحظوا أرجوكم بدقة هذه النقاط قد تفوت على بعض الخبراء أيضا أرجوكم أن تهتم بما أقول لأنه ليس كلامي كلام رسول الله يقول الراوي وهو من كبار الصحابة يقول إنه خطبنا في يوم الغدير خطبنا فقال ما شاء الله تعالى أن يقول أي كانت خطبته طويلة جدا يقول الآخر خطبنا فوالله ما من شيء يكون إلى يوم القيامة إلا وقد أخبرنا به إذن الخطبة طويلة لماذا لم ينقلوا هذه الخطبة الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة أليست هذه الخطبة من سنن رسول الله نحن نطالبهم كان عليهم أن ينقلوا هذه الخطبة لماذا لم ينقلوها وإنما نقلها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال ما شاء الله أن يقول فوالله فوالله ما من شيء يكون إلى يوم القيامة إلا وقد أكبرنا به ثم قال يا أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم يشير إلى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ألست أولى بالمؤمنين أو ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولا فهذا علي المولى ثم ادعى على من يخذله ولا ينصره وادعى لمن نصره و وحين إذن نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وجاء القوم يبايعونه و يهل لؤونه عليه الصلاة والسلام وأنشى حسان يقول وجاء الآخرون وإلى أن جاء الأعرابي معترضا على رسول الله هل كان هذا بأمر منك أم من الله سبحان وتعالى دعا على نفسه ونزلت الآية سأل سائل بعذاب واقع وللحديث عن حديث الغدير مجال آخر وإن وإني أعتز وأفتخر بأني نشرت كتابا حول حديث الغدير في أربعة أجزاء ولا يوجد عندنا في عالم الإسلام كتاب حول حديث الغدير في أربعة أجزاء بأسانيده ودلالاته وشبهاته وكل ما يتعلق بحديث الغدير من الناحية العلمية الكلامية التحقيقية وكتاب العلامة الأميني فقط الجزء الأول حديث الغدير ليس كله حديث الغدير أما كتابي فأربعة أجزاء كلها حديث الغدير أربعة أجزاء من موسوعة نفحات الأزهار في إمامة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام إن للحديث عن حديث الغدير مجالا آخر الشيء الذي أريد أن أذكره لكم في ختام البحث وهو كما أن الصنوية بدأت من ذلك العالم وكانت في هذا العالم مستمرة وإنها إلى يوم القيامة حتى حوض الكوثر فالنبي صلى الله عليه وآله ربط بين الغدير والحوض التفتوا إلى هذه النقطة ربط بين الغدير والحوض وأفاد صلى الله عليه وآله في خطبته بأن كل من بأن كل من والى عليا بأن كل من والى عليا فهو من أهل اليمين في حوض الكوثر وكل من عاد عليا أي لم يؤمن بإمامته فيأخذ نحو الشمال فيقول رسول الله يا رب أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك إنهم ارتدوا على أعقاب هذا الحديث وين بحثت عنه بالتفصيل في كتاب عدالة الصحابة والتابعين وهذا كتاب مطبوع رواه أكثر من خمسين صحابي عن النبي صلى الله عليه وعلي ربط رسول الله بين الغدير والحول أي الصنوية مستمرة من عالم النور إلى حوض الكوثر حيث يتعين المصير لكل فرد من أفراد الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم كان هذا شرح عنوان هذا المؤتمر أقدم هذا الشرح هدية إلى سماحة السيد الصافي أدب الله عزة وفي الختاب أقدم الشكر للعتب العباسي المقدس سماحة المتولي والأمين العام وسائل العاملين وأرجو من هذه العتبة المقدسة والعاملين والمسؤولين ومن العتبة الحسينية المقدسة التي نحن بخدمة المتولي عليها سماحة الشيخ الكربلاء أطلب منهما أن يهتم بأمر الإمامة والولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن يبذل كل ما بوسعهما لإحياء هذا الأمر ففيه الرضا سيد الشهداء سلام الله عليه والعباس عليه الصلاة والسلام وأمير المؤمنين ومولانا صاحب العصر والزمان أمر الولاية الآن بحاجة إلى إحياء الإمام الصادق يقول رحم الله من أحيى أمرنا أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا هذه القضايا من حديث الغدير من آية الولاية من آية التطهير من قوله صلى الله عليه وعلي مني بمنزلة هارون من موسى من قوله أنا مدية العلم وعلي بابها وأمثال ذلك هذه يجب أن تدرس في الحوزات العلمية يجب أن تدرس في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وأطلب هذا أيضا بمحظر أحد الفضلاء الذي هو الذي هو نجل أحد المراجع الآن في النجف الأشرف أطلب هذا الأمر بجدية أن تدرس مباحث الإمامة في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وفي كربلا وهؤلاء الشباب المحبون لأهل البيت الموالون لأهل البيت يطلعوا على حقائق هذه الأمور فتكون فتكون أقيدتهم أقيدة علمية وفي نفس الوقت أقيدة ولائية ناشئة عن حب وإخلاص لأمير المؤمنين وأهل البيت الطيبين الطاهرين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق وأن يجعلنا من خير المبلغين الشارحين الدارسين المؤلفين في ولاية أهل البيت الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وهو ضمن فعاليات اسبوع الإمامة الدولي الأول إن شاء الله ما بين الحرمين الشريفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر